إليك فترة طويلة ممكن بالقراءة بالمجالس الإمام الحسين عليه السلام نعم أكون من بين الأشياء الأدنى عد فئة قليلة من المجتمع إذا أرادوا يتنمرون على ابنية يقولون هاي شنها ملة أي شنو يعني؟ شنها ملاية؟ شنو بيه الملاية؟ ما أعرف هو دع أسأل هم انتقاصا منهم مو بس الملاية أغلب المسميات يعني هم حتى الإعلامية أنا أبوي مرة يوم من الأحساء أحكي لك على الملاية يوم من الأيام قل بالفاتحة دمامنا كرنها بأغلب لقاءاتي قل سلم بالفاتحة بس لا تقول بنت إعلامية كأنما سبه الإعلامية على بنتك لكن أنا ملاية وين ما روح أقولهم أنا ملاية أفتخر أنه كانت بداياتي من بر الحسين عليه السلام يكفيني شرف خدمة الإمام الحسين حالي حالي الطبيب اللي عنده موكم حالي حالي المهندس اللي يطبخ حالي حالي الفنان اللي مثل دور من أدوار الأئمة كل من من موقعه اليوم إحنا نخدم الإمام الحسين فأنا اليوم من أحي أحي مجالس الإمام الحسين وأحي ذكره خلي اللي يعيب يعيب اليوم إحنا كإعلاميين ما حد يحكي علينا الفنان اليوم تشوف مواقع التواصل الاجتماعي الفنانين الأطباء العلماء زين وحتى الأنبياء والأوصياء يتحدثون عنهم فما ذلك الملاي هو أكو هجمة حقيقة أكو هجمة يعني خصوصا على النساء في هذا المجال فشنهم الله يجوز الملايات يعني يشوفون مثلا واحدة وجهها نوراني يقولون شنهم الله ممكن يش يعني نقول شنهم الله بس بالغالب دائما نشوف أنه لما يريدون ينتقصون عذرا من سيد أو يتنمرون عليها أو يعيبون عليها يقولون شنهم الله مع العلم ما أعرف أنه هذا الشيء هو ينقص من شخصية السيدة اللي تعمل بهذا المجال سواء كان بمقابل أو دون مقابل هسا تتقولي الكرسي الوحيد اللي قعدت علي أنا قعدت على كرسي الإعلام وقعدت على كرسي السياسة وقعدت على كرسي الملة خادمة الحسين تقول وين يشوفين نفسك أكثر احترام الناس وتقديرهم وهيبة المكان أنا أشعر الكرسي اللي أقعد أقرابيه مجالس الإمام الحسين أكثر هيبة أكثر احترام من الناس شوف الناس كلها تستمع تبتش العالم تأخذ موعظة رسالة من الطف أنا أشوف هذا المكان بعض اللي يريد يتحدث بالسوق بالطبع